طيب خلينا نقول إنه إيه هي الأعمال استيب با استيب كده خطوة بخطوة واحد اتنين تلاتة إيه اللي ممكن ندخل بيه على شهر رمضان أول حاجة مهمة جدا و أنا في شهر شعبان أعملها والحق نفسي فيها وإحنا داخلين على ليلة النصف من شعبان أول حاجة أعملها هي تصفية النفس من كل الأحقاد والضغاء والحسد والغل والنفسانة اللي مع الناس والمشاحنات ندخل على الله عز وجل ونحن متسامحون النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة تلمسته في ليلة يعني كانت في الليلة بتاعتها فبتدور ما لقيتش النبي جنبها فقالت بس يبقى راحا واحدة من زوجاته فقامت تدور عليه فلقت النبي صلى الله عليه راح البقية آه في البقية فالنبي لما لقاها استغرب فبيقول لها أخفتي أن يحيف الله عليك ورسوله هو أنا حظلمك فقالت له يعني تلمستك يا رسول الله فلم أجدك قالت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الليلة ليلة النصف من شعبان يتنزل الله عز وجل فيها فيغفر لخلقه بعدد شعري غنمي كلب عدد شعر غنم قبيلة اسمها كلب كانت من أكثر القبائل عندها أغنام تمام يعني النبي عايز يقول لما لا يحصى من الخلق هنقع بقى نعد شعر الغنم يعني مش كده يعني فالنبي بيقول لها ربنا بينظر إلى الخلق ويبقى تجلى لهم فبيغفر ده كله إلا لاثنين لمشرك ومشاحن مشاحن بقى مين اتنين جرام متخنئين مع بعض واحد ومراته متخنئين اتنين شغالين على بعض إفساد في الأرض قطع صلة الرحم تقطيع صلة رحم وإشهاد زور وأكل بالباطل كل اللي حداك عايز تقوله من الصورة اللي ممكن نشوفها في المسائل التشحنية بين الناس حتى لو كنت أنا المظلوم مثلا حتى لو كنت أنت المظلوم اعفوك وسامح والله ستجد الفتح يا جماعة عايزين نخلي ربنا موجود في الحزبة مش دايما أنا أنا المظلوم ماشي أنت المظلوم بس ربنا سبحانه وتعالى هو العدل وربنا هو اللي عليه العوض وربنا القادر على أن يبدل حالك ما هي برضو فكرة أنك مظلوم دي مش فكرة كويسة أنك يعني قاعد بتنوح بيها دايما لا يعني تعلق بالله عز وجل وخلي ربنا في الحزبة وطرق مظلوميتك للله عز وجل جميل زي ما حضرتك بتقول دلوقتي جران مثلا لو في جران متشحنين مثلا في بينهم مشاكل وتركمة المشاكل يعني مش قول موقف واحد وتركمة المشاكل لكن هي بسبب الجار ده مش التاني التاني بقى لو هو اللي راحه وبادر بأنه يكلم جاره ويبدأ بالسلام زي ما بنقول الموضوع بيبقى صعب خلينا برضو والأجر بيبقى على قدر المشاكل دايما الأجر على قدر المشاكل حضرتك تحملت ألم نفسي وتحملت إنك تتسامح وإنك تتنازل وإنه 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 ورحت وأقبلت طب ليه هو ده كله عشان إيه عشان ربنا يعوضك بقى ربنا في حتة تانية فهتلقى هتلقى ربنا ضمك لحزبه لأن حزب الله هم المفلحون هم الغالبون هم الغالبون غالب في إيه؟ غالب على نفسه رقم واحد غالب على شتان جاره رقم اثنين غالب على سيئاته وقلبه اللي حيبوز وا 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 هتلاقيه في حتة تانية بقى غالب مع ربنا سبحانه وتعالى وربنا بقى يخليه غالب في حتة تانية كتير جدا خدت بالحضرتك فهي الفكرة كلها أنك خل ربنا في المعادلة خل ربنا في الحسبة إذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فإذا تركت مظلوميتك لله عز وجل وانت عارف ان انت مظلوم وان انت كذا وان انت كذا ولكن انت تركت هذا لله يا جماعة ربنا هو العظيم سبحانه وكفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما ربنا سميع عليم بصير شهيد عارف مين الظالم ومين المظلوم صحيح